السلام عليكم اليوم راح ناخذ باقي الموضوع انا اساعد امي لقراءة الصف الثاني الابتدائي هاخرج الاول وان رفلوخ يقول انا اساعد امي ذهبت ربابو الى دار صديقتها انوار وذهب معها اخوها سمير قالت ربابو اراك مشغولة يا انوار ماذا تفعلين قالت انوار انا اساعد امي في اعمال البيت البيت اخسل الصحونة وارتبها على المائدة اليوم راح نكمل الجزء الثاني اللي هو هذا اللي صفحة ثمانين ما نقول واخسل الفاكهة والخضرة وانشر الملابس على حبل الغسيل قالت ربابو انت مثلي يا انوار انا انظف بيتنا وارتب الفراشة وارتب الفراشة واذا انشغلت امي ولاعب اخوتي الصغار واخسل الفاكهة والخضرة وانشروا الملابس وانشروا وانشروا الملابس على حبل الغسيل قالت ربابو انت مثلي يا انوار انا انظف او 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 خلنركز عليها الكلمة او انا انظف بيتنا وارتب الفراشة واذا انشغلت امي ولاعب اخوتي الصغار باعوا كم كلمة جدينة تبدب او او اللي هي افقها اللي هي هادي انظف ارتب ولاعب هاي الكلمات تشوفوها ورتي ونظفو ورتبو ولاعبو عندي كلمة انشروا احنا اخذنا وقلنا انو الافعال المضارعة دائما تبدي الافعال المضارعة تبدي بكين حروف كلمة انايتو وشرحناها بالدروس السابقة فهذه كلمة انشروا منو ينشر الملابس انا انشروا الملابس انا انشروا في الملابس واخسلوا انا اخسل الملابس هاي نسميها افعال مضارعة أخسر الفاكهة والخضرة وأنشر الملابس على حبل الغسيل هنا قلنا على حروف الجار على حروف الجار قالت ربابو قالت للبنت تستخدم للبنت قالت ربابو للبنت تستخدمها قالت ربابو أنت مثلي إحنا حتحدثنا بالدروس السابقة وقلنا الضمائر أنواع ضمير مخاطب ضمير متكلم وعدنا ضمير غائب هذا من الضمائر المخاطبة أنت للبنت رح نخليه هنا نكتبه قالت الضمائر تقسم إلى ثلاثة أقسام أولو شي ضمائر منفصلة وضمائر متصلة المنفصلة تقسم إلى ثلاثة أقسام اللي هي ضمير متكلم ضمير غائب وضمير مخاطب ضمير المتكلم اللي هي احنا كنا نعرفها اللي هي تكون من أنا ونحن أما الغائب هو هي هما هم هن وهما تستخدم لكل الجلسين أما الضمير المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن هاي ضمائر المخاطب هاي ضمائر المخاطب الخاطب يعني نتحدث به أحد نقول مثلا أنت مثلي أو أنت جميلة هاي سميها مخاطبة نتحدث بها مع شخص آخر أنت يا أنوار أنت مثلي أنوار أنوار مظموما را نسميها أنوار رو أنا أنظف أنظف بيتنا أنا ضمير متكلم سيأخذناها الضمائر المتكلم اللي هي من الضمائر المفصلة ضمير متكلم أنا أنظف بيتنا وأرتب الف الفراش الفراش وإذا شغلت أمي أمي بعنا هاي كلمة هم أو أو أمي ألاعب ألا لاعب إخوتي الصغار طبعا هذا الجزء الثاني رح ينقري وينكتب مع الجزء الأول ينقراءه مع الجزء الأول بينما بس كتابة فقط كتابة هذا الجزء لمرة واحدة وقراءته فأحنا أخذ الكلمات الجديدة كتبتها هنا على الدفتر اللي هي أنشر حبل الغسيل ونظف وردب إنشغلت ولاعب الصغار الفاكهة الفراشة هعيدها أنشر حبل الغسيل ونظف وردب إنشغلت ولاعب الصغار الفاكهة الفراشة هاي كلمات التنزيل الجديدة رح ننزل كل كلمة ثلاث مرات مع قراءتها إن شاء الله بعد ما يرجع الدوام بخير وسلامة رح نرجع نقرأ المواضيع ونكتبها أيضا بالدفاتر كمراجعة حتى تترسخ في أذهان التلاميين وقلنا واجبنا كتابة صفحة 80 وكتابة كلمات التنزيل كل كلمة ثلاث مرات بخط حلو ومرتب وعلى الخط النزيل الكريمة على الخط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته